بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس محمود راجح. ان شاء الله زي ما قلنا انه المرة دي هنبدأ نتكلم على اشتراطات الكود في ابعاد المبدئية للبلطات وللكامرات. بحيس ان حضرتك تبدأ تدخل على الاتابس بخطاعات مبدئية وتبدأ تشيك عليها ممكن انت تزودها ممكن انت تقلل الكلام ده كله. طيب اولا زي ما انت حضرتك شايف كده المشروع الاول والتاني عندنا قلنا انه مشروع عبارة عن مسجد وجنبه الفيلا الخاصة بالامام. تمام? او بالشكل اللي قدام حضرتك ده. قبل ما نبدأ في شرح المشروع الاول والتاني بس حابين ان احنا نبدأ ندخل فيه الكود علشان نشوف اشتراطات الكود. فاول حاجة بالنسبة لاشتراطات الكود فيما يخص لو انت حضرتك كده ابتدت تنزل فيه الكود هتلاقي هنا ده اللي هو ازاي انا ابدأ ازاي انا ابدأ افقر في سمك البلاطة. ازا كانت البلاطة يا بش مهندس عندك وان وي سلاب. والوان وي سلاب ده هي بتاخد ال ال على عشرين. ال ال اللي هو يعني مسلا لو انا عندي الاسمام بتاعي اربعة متر. فتبدأ تقول السمك بتاعك هنا بيساوي كم? بيساوي. اربعة الاف. على كم? على العشرين. يروح مدي لك قدي سمك البلاطة مسلا وايه وان وي تلاقيها ايه اشرين سنتين. تمام? طيب. اه دي مش بتكون كتير طبعا وان وي. تمام? سمكة هيقلة عن كده جامد. لانه لانه الحمل بعد المكان بيتوازع في اتجاه واحد اصبح الحمل بيتوازع فيه اتجاهين. هنشوف برضو 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 عشان تبقى الناس متخيلة معنا. حاجة بالشكل ده. بسم الله. تمام كده? فبيبدأ وليكن المومنت فيها بيكون حاجة بالشكل. تمام? فده ده اللي هو بتكون اه مش متصلة بحاجة جنبها. طيب دي بتكون عاملة ازاي? بتكون حاجة عاملة بالمنظر ده كده. وطبعا بيكون هنا جنبها ايه بحور تانية. يعني في هنا بحر تاني وبحر التالت وبحر الرابع وهكزا. بس اللي همين هنا مين بقى? لو الوان انت. الوان انت كنتينواز دي. تمام? الوان انت كنتينواز دي. بتبقى المومنت طبعا عامل حاجة بالشكل ده كده ويبدأ ينزل تاني. خيس? فالمومنت هنا الدنيا فيه هنا قلت فبدأ تبوس قال لك ايه خلاص? السمك بتاعها الاسبان على اربعة وعشرين. بعد العشرين. فالسمك قل. تمام? ليه لانه بدأ يتشيلها عندك شوية نيجاتيف هنا. طيب البوس انت كنتينواز. يعني بلاطة متصلة من اتجاهين. انا هنا طبعا بكنا البلاطة دي. انا بكنا البلاطة دي. طيب البوس انت كنتينواز بقى بلاطة متصلة من اتجاهين. يعني اصبح ان انا عندي البلاطة بتاعتي حاجة عاملة كده. تمام? وبالتالي هنا في بواكي مستمرة وهنا في بواكي مستمرة. احنا ندرونه على الباكية الداخلية. ده الباكية اللي انا بتكلم عليها. فالمومنت فيها بتبص ليه حاجة عاملة بالمنزر ده كده. تمام? طبعا انا بتكلم مرة تانية على الباكية دي ايها مش مهندسة. وبالتالي بما ان بص بقى هنا فهنا المومنت البوسطف عالي جدا جدا جدا. اقصى ما يمكن. هنا المومنت البوسطف بدأ يقل شوية. فالسمك بدأ ال الذي هو كام? ده كان سبان على اربعة عشرين. ده على اربعة وعشرين. ده بقى المومنت البوسطف قال لأ اكثر. قال لأ اكثر ليه? لانه بادل مكان بيتشد من ناحية واحدة. اصبح بيتشد من ناحيتين. تمام؟ فبالتالي بوسطف قال لأ اكثر فبيتبص ليه انه بقى سبان على تمنية وعشرين. طب البلاطة بقى الكانتيليفر. الكانتيليفر دي الذي مهندس اللي هي حاجة عاملها بالمنظر ده. ادي عندي مسلا هنا كزا سبان هنا مستمرين ورا بعضه. تمام? ونيجي مسلا كده. ايه طبعا ده هنا ايه? دي هنا مستمرة. تمام? فالبلاطة دي. دي كده دي اسمها اللي هو الكنتليفر. دي. دي الكنتليفر يا بشماطس. حلوة. فبص تلاقي ان اللي عليها كله ايه كله نيجاتيف. حاجة عاملة كده. وبعد كده ده ينزل ويطلع تاني وينزل ويطلع تاني. اهو حاجة كده. كويس. فاللي همين البلاطة هنا دي بقى اللي هي الكنتليفر. وبالتالي ما فيش فيها بوستف خالص. او يعني بتاعت التحميل هديك حاجة تقريبا لا تذكر في بوستف. فكلها احنا بنعتبالها نيجات فيها اوه بالشكل ده. وبالتالي ده على عشر. تمام? يبقى ازا. البلاطة اللي هي من ناحية واحدة هي على عشرين. آآ آسف بلاطة اللي هي مش متصل لها من يمين ولا من الشمال. مفيش اي اتصال بينها وبين حاجة تانية. على عشرين. البلاطة المتصلة من ناحية واحدة اللي هي البكية دي. سبانة على اربعة وعشرين. المتصلة من ناحيتين اللي هي دي سبانة على تمانية وعشرين. والكنتليفر هو سبان على عشرة. كويس كده? يبقى ده بالنسبة للبلاطات الوان وي. طبعا احنا يعني آآ ممكن تواجهك بلاطة وان وي. وفي نفس الوقت سيمبل آآ ممكن. ممكن تحصل في بعض الاحيان. لو مسلا حاجة زي دي. بلاطة دي طبعا دي مستطيلة جدا 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 وبلاطة حمام. آآ وبالتالي هتلاقي فيها الشرط اكتر وضوحا اللي هو بتاع ده ازاي? ان احنا غالبا آآ بلاطة الحمام هي متحطة باربع كاميرات اللي لما نجي نعملها هنحط اربع كاميرات وان شاء الله المرة الجاية هنقعد بقى نتكلم على السيستي وكده بقى ونحط الكاميرات ولكلامين. طيب. وبالتالي بزا ان انت عندك هنا اربع اربع كاميرات اهو زي ما انت شايف. اهو. 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 لما تيجي تشوف هنا. بص لالبالاطة متحطة باربع كاميرات. آآ طبعا بس وانت شغال خد بالك ما تاخدش التسليح والقطاعات الموجودة في البلان ده كريفرانس لي. ليه? لان ده البالاطة دي معمولة زي ما قلنا انه ده ديزاين. حاجة كده مبدئية للمهندسين. علشان خاطر آآ او للمالك عشان خاطر ان هو يقدر يعرف بس الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي? تمام? انها مش رسم دقيق. وقلنا انه بدليل انك هتلاقي مسلا هنا ده اهو. ده هتلاقي انه طبعا الفرش بيكون في الاتجاه القصير والغطى بيكون في الاتجاه الطويل ده في البلاطات السلد سلاب. فالفرش غالبا احنا بنرمز له بسيخين. والغطى بسيخ. هتبص لقي انه هو دايما عامل لك الفرش بسيخ والغطى بسيخين. يبقى ده عكس ده مسلا يعني هو معكس الموضوع ده. كمان هتلاقي عندك هنا كده ده المفروض ان يكون هنا في ايه? المفروض ان هنا ده يكون فيه عمود لانه ما ينفعش ان انا حط القمرات دي كلها كده بالشكل ده. لازم في عمود شايل هنا. تمام? ولا الحتة دي هتقع. آآ طبعا هو هنا ما انس ان هو معمول لكن انت لو رحت كده بسرعة على اللحظة تلاقيها محطوطة. فبالتالي او طبعا هنا مسلا شوفي الاواعد مسلا اسمها دخلها في بعضها وحاجة يعني صعبة جدا. ليه? قلنا زي ما قلت لك ان ده موضوع لسه سكماتيك. يعني ما ما تاخدش منه تسليح ما تاخدش منه حاجة هو بس شكل كده او بيوضح انت هتشتغل ازاي او هتمشت ازاي. تمام? طيب نرجع بقى الموضوع مين لموضوع بقى الحمام تاني قلنا الحمام بيكون خلاص او دهوت ومتهبط وبالتالي ده اكتر دليل على كده طيب. السؤال بقى اللي دايما للناس بتقع فيها باش مهندس. انا لما اجي مسلا احنا قلنا هنا انه سبان على عشرين او الالة على عشرين. جميل ممتاز جدا. اخد انهي ال في السبان. هلانا اخد الالة دي? اللي هو متر ونص ولا اخد الالة دي? اللي هي اتنين متر ستين. اخد انهي اسبان. ده بقى الكلام اللي لازم تاخد بالكي. لما تيجي تشتغل. وتحسب الاسبان لازم تبقى عارف الاول ياباش مهندس. هو الحمل هيتوزع ازاي? الحمل هيتوزع ازاي ازاي? ازا كانت البلاطة اه بالتالي هي توزع في الاتجاه القصير بالشكل ده. من اتجاه القصير ويروح يرمي على الكاميرا دي ويرمي على الكاميرا دي. يرمي على الكاميرا دي ويرمي على الكاميرا دي. حاجة كده اهو. تمام? اهو. حاجة كده. طبعا دي تبقى كاميرا مكملة. يعني ده تبقى من العمود ده للعمود ده كاميرا. حلو. يبقى ازا اللسبان اللي شغال معايا باش مهندس مش اللسبان الطويل اللسبان الصغير هو ده اللسبان اللي بيتوزع عليه او يتوزع فيه الحمل. هو ده اللسبان اللي بيتوزع فيه الحمل. تمام? امتى يكون الاسباني الطويل اساسا هو اللي اشتغل معاك? لو انت عندك لو انت لقيت مسلا انه الحمل بيتوزع كده. تمام? طيب. ده يحصل امتى? ده يحصل ازا كانت الكاميرات محطوطة هنا وما فيش كاميرات هنا. فتبص لان الحمل غزبا عنك رايح لمين رايح للقامرة فتبص لان الحمل رايح في الاتجاه الطويل. تمام? اه طبعا احنا الحصن الحاصل طبعا قلنا ان هو ايه ماشي طبعا في الاسبان الصغير اهو. وبالتالي وبالتالي اه اللي انت هتحسب عليه هو الاسبان الصغير. تمام? حلوي. بايزا ان قدى عندي هنا ده مترو ونصف. بنيجي نقول بقى تعالى نشوف هنا كده. قالك هنا كام? الا على عشرين. فتروح انت جاي كده بسرعة. جايب. الالة الحاسبة بتاعتك. وقايل له ان انا عندي ادي الف وخنسمية اللي هو المترو ونصف. على عشرين. واتفقنا ان هو في الكود الامريكية يا بشوانسين. تمام? البحر الخالص. ما نوش الصبرت نوش الصبرت. يبقى ازا هنا كده لك خمسة وسبعين ملي يعني يعني تحطها تمانية سنتي. يبقى ازا انت تقدر ان انت تحط البلاطة هنا بتاعة الحمام تمام الصغير. طبعا ده ده المنموم بتاعك. ممكن انت مثلا لما تيجي تستحسب تلاقي تبدأ تزود. تمام? فالبلاطة تمانية سنتي دي يعني بصراحة ما حدش بعملها. فاحنا غالبا لو هي تمانية سنتي تحتحطها عشر سنتي. كويس كده? فممكن تيجي على البلاطة دي طبعا اهو قد من ضمن الاخطاء برضو الموجودة عندك هنا فين? في البلاطة انه مش محطوط سمك البلاطات ولا محطوط المنسوب. لازم تحط سمك البلاطة ثم تحط المنسوب. طيب. سمك البلاطة ممكن لها حل وهو ايه? انك لما تيجي مسلا انت عندك البلاطات كلها لها سمك سابت او سمك واحد. فتيجي تروح اجايب له في البنطة كده على جانب تروح كاتب له ملحوظة انه سماكات البلاطات او جميع البلاطات سمكها مسلا وليكن خمستاشر سنطي ما لم يصل خلاف ذلك. وبالتالي تلاقي نفسك البلاطات كلها خمستاشر اللي تيجي مسلا البلاطة ديت احنا قلنا انها ايه? هتتعمل تمانية سنطي. فتروح انت غاية على دي كاتب انها تمانية سنطي. وليكن انا اخد دي مسلا كده كومي اهو. تمام? ونيجي نكتب. اهو. وليكن ادي هنا ده تمانية. تمام? وناخد غيره بس نعمل القرص كده ونعمل لها عشان يبقى رقم مزبوط. حاجة كده. تمام? ونجي نعمل لها يا عام دايرة كمان احلوة كده جميلة. حاجة كده. اه طبعا يعني الكورس بتاعنا ده يا باش منزين ما هواش كورس اه اخراج لوحات مشروع. تمام? هو كورس ديزاين على التابس لكن انا بس بحاول ان انا يعني اشتغل مع حضرتك اوريك. احنا بنعمل ايه? تمام? طيب. كمان في حاجة انه انه انا في موضوع الاوتوكاد ده. في موضوع الاوتوكاد مش بشتغل يعني تقريبا اه الاوتوكاد اللي انا اشتغلته في حياتي كان في مشروع الاتنين بس. بعد كده شغلي كله اه ريفت. فممكن تلاقييني في الاوتوكاد شوية ايه? يعني بعمل شوية اوامر رعبية اخيدة ممكن تبقى انت عندك اختصارات اكتر او اسرع. قد ايه تسمحني في الموضوع ده. تمام? فاحنا طبعا احنا مش هنتكلم على بتاعة المشروع احنا تشغلين على او هدفنا الاساسي هو طيب قلنا انه البلاطة جيبناها تبقى للكود هتلاقيها كامية بشمهندس هتلاقيها تمانية سنتي. ولكن احنا في الواقع العملي مش هحط بلاطة تمانية سنتي فبالتالي اصغر بلاطة انا هحطها اللي هي لعشرة سنتي. تمام? كيف بقى احنا عارفنا قادة البلاطة بتاعتي هنا يا بشمهندس دي بقت عشرة سنتي. جميل جدا. طيب. اعلى مسلا ازا كانت البلاطة دي مسلا مسلا ازا كانت طبعا احنا هنشتغلها على انها ايه? اعلى نشوف كده الاسبان. ده كده. او خلينا ناخدها بقى مسلا اه ان احنا لسه محددناش محددناش اه ابعاد العمود بالزبط فاحنا ممكن ناخدها بالتقاريب بقى من وش القامرة لوش القامرة مسلا على اساس نحن لسه محددناش فقال لكده ده كام? يعني تلاتة متر تمانين. وديجي نشوف هنا كده ده. ده كام من القامرة للقامرة كده مسلا. قال لك هنا ده خمسة متر. فنيجي مسلا عشان نعرف احنا بشكل تقريبي بشكل تقريبي خالص بنروح اسميني التلاتة تمانين ده على كام? اه او اسف بناسم الخمسة دي على مسلا تلاتة تمانين. فليها لقناها اقل من اتنين. اقل من اتنين يبقى ايضا ده تمام? اذا البلاطة دي مش تمام? اذا البلاطة وهكذا. وفي الغالب احنا لما بنجي نشتغل احنا هنفرد سمك البلاطة. انك هتلاقي اصلا في الكود بيقول لك. انت بتلتزم بالابعاد دي ولكن الرفرنس بتاعك او الجايد اللي هيحكمك هو تمام? فانت هتحط سمك مبدأي. فانا خليلي مسلا عشان احنا بنحسب دلوقتي او بنتدرب على الوان وي سلاب. افرد ان دي وان وي سلاب. فدي وان وي سلاب من ناحية واحدة. اهو بص. بص كده كمان. على عشان نوضحها اقدر. دي طبعا القامرة دي صبرت وصبرت وصبرت. خد بالك ان ده سلم وبالتالي ده فراغ. فاتبوس تلاقي انه يعني تقريبا عامل كده اهو. تمام ما هي ايه? دي ماشية باكية واحدة ايه. تمام? طبعا لما من كملا لنا خلاص من كملا ما عندس مشكلة لاندي في باكية دي. اقول لك الاسبان على كام? الاسبان على ا ا آآ الاسبان على اربعة وعشرين. اهو. الاسبان على اربعة وعشرين. فلما تيجي الاسبان على اربعة وعشرين. تيجي تحسب مسلا دي اوي كده هاتلي من هنا الهنا. تلاتا متر تمانين فاتروح انت غايق اي له والله تعالى هاتلي كده. تلات تلاف وتمنمية على اربعة واشرين. روح مدي لك مية تمانية وخمسين وشوية يعني يعني مية وستين يعني ستاشر سنتي. ده لو هي ده لو هي هتعملها ستاشر سنتي. بس طبعا احنا عندنا هنا ايه? البلاطة دي زي ما انت شايف كده انها حلو. فاحنا بشكل مبدئي هتعمل ايه? هناخد احنا بقى البلاطات الصغيرة. تعال نشوف احنا بنعمل ايه? هناخد البلاطات كلها آآ خمستاشر سنتي. تمام? هناخد البلاطات كلها خمستاشر سنتي. ونبدأ نحسب نشوفها يعني. لقيتها طبعا قليلة هتوصلها ستاشر وهكذا. ماشي? بس بنبدأ احنا بالخمستاشر. هناخد مثلا دي كوبي كده. ولياكو نحطها هنا. وقول له خلاص. دي خاتبها خمستاشر. ماشي? طبعا انا قلت لك انه دي المفروض انها ايه? بلاطة تو وي مش وان وي. تمام? لو هي بلاطة وان وي. يبقى لا. يبقى البلاطة دي انت بحتاج تبقى خلاها ستاشر سنتي. المينوم بتاعها ستاشر سنتي. ماشي? وهكذا بقى. يبقى لكل ايه? لكل البلاطات هتعمل لها نفس الموضوع. طيب احنا هنا عشان نرايح نفسها من الحوار ده. هنشتغل على انه البلاطة دي مسا دي صغيرة هاخدها دي عشر سنتي. ايهو. وقول له هاتلي يا عمي ده كوبي. يبقى دي البلاطة دي عشر سنتي. اه ده ايه بقى? تعال هنشوف المعماري. اه دي عندنا كده حاجة صغيرة هنا. فده مش محتاج ان انا ايه احط حتى الكاميرات دي بس هو عشان حمامه ويتهبيته كده. فهنا هنحسبها على اساس البلاطة الكاملة دي كلها. فالبلاطة الكاملة دي كلها اننا نحطها مسلا خمستاشر. تمام? ونبدأ احنا بقى نبقى نزبط فيها بعدين. يبقى ازا نحط لي مثلا البلاطة دي هتبقى خمستاشر اهو. يبقى البلاطة دي خمستاشر. كويس كده? وممكن في البلاطة دي ده يعني نكل منها خمسة سنتي عشان خاطر تهبيطات الحمامات. انا همسح دي واخد الاخد الخمستاشر دي اهو. هنا. ماشي? وهنخلي دي عشرة. بالشكل ده. ماشي كده? طيب. يبقى ده باختصار سريع جدا ازاي سماكات البلاطات وزي تبقناه. طب البلاطات عندي اصلا تو وي. وبالتالي انا محتاج اروح للبلاطات اللي هي التو وي. بس جدوى التو وي باش مهندس يعني ايه? آآ رخم في الحسابات بتاعته. اهو. بص هنا بقى. مقسم لك الكود الامريكي لنوعين. ازا كانت من غير وفيه جدوى تاني ليه? مام? وبالتالي من غير مقسمها بقى برضو لنوعين. هل هي فيها دروب ولا فيه ولا مفيهاش دروب? اما اللي هي فيها فخلاص هو آآ اه. هي فيها بيمز مقسمها هنا بقى تبقى للالفا اف ام. تمام? تبقى للالفا اف ام. طيب. ازا كانت طو وي طبعا قلنا اللي هي وزود بيمز اللي هي فيها تسلعب يعني طب. ازا كانت من غير آآ بيمز فقلق طب هل هي فيها دروب ولا مفيهاش دروب? فازا كانت وزود دروب قال لك طب خلاص هل هي اكستيريور بانيل ولا انتيريور بانيل بواكي خارجية ولا بواكي داخلية? طيب بواكي خارجية ازا كانت فيها وزود اتش بيم البواكي الخارجية ما فيهاش بيم ولا ولا البواكي الخارجية فيها اتش بيم يبتل ازا فيها تفرعات كتيرة جدا. اول حاجة خالص. الفلات سلاب بتاعتك. او فيها بيمز ولا ما فيهاش بيمز? طيب ما فيهاش بيمز هل هي فيها دروب ولا ما فيهاش دروب? طيب عارفنا فيها دروب ولا ما فيهاش? هل هي بواكي داخلية ولا بواكي خارجية? طيب ازا كانت بواكي خارجية هل هي فيها بيمز ولا ما فيهاش بيمز على الاتش? تمام? هل فيها بيمز على الاتش ولا ما فيهاش بيمز على الاتش? طيب عارفنا البيمز والاتشات والكلام ده قلب داخلية ولا خارجية قال لك طب بتاعتها بكام? وتبدأ تحسب انت بقى. وليكن مسلا عندنا فيها فيها وفيها دي فيها ايه? فيها وزاوة طيب. وليكن ربما وعشرين فخلاص يبقى الاسبان على التلاتة وتلاتين. ده على سبيل الايه? على سبيل المثال. تقدر انت بقى تدخل بنفس الشكل كده تقدر تجيب بقى مين السمك الايه? المبدئي ليه البلطات اللي هي. طيب ازا كانت بقى وز بيمز دي بقى تبدأ تحسب انت الحسابات بتاعتك. ازاي? عندك هنا اسمه وهتلاقي هنا ده هو هسيبه لك اهو. اف ام ده ايه? اتنين سبعة. تمانية عشرة اتنين سبعة ده البند ده هتلاقيه فيه? تعال هننزل كده تحت. القناة مشممممم pumمممم pumمممممممممممممممممممممممممد كلهم اهو. بسوقين تمانية عشرة اتنين سبعة. بص ده بالمرة كده. اللي هو بتاعة اللي هو بقى مين بتاعة هل هي او 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 اسف. هل هي هل هي بلاطة دي سيمبل سيمبل اسبان ولا كنتين بس من ناحية الاولانية ولا كنتين من ناحيتين والكلام ده. بيكون في فاكتور علشان تجيب الفاكتور اللي هو بتاع مين ان انت تقسمه بقى ما هما بالقشر. اللي هو الام على الام او الطول الصغيرة على الطول الكبير. اقل من اتنين. لا في فاكتور تالي كده. فاكتور اللي هو الام النود اهو. ده هنا تبقى لازا كانت ازا كانت خارجية او داخلية او كلام من ده. طيب. طبعا دي كلها بتعتمد على الحسابات المانوال اكتر من حساباتها في اي حاجة تاني. بص بقى. ده البند اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو تمانية عشرة اتنين سبعة. البانيل او البلاطة اللي فيها بيم عند السابورتات. كزا تمانية عشرة اتنين سبعة ايه اللي هو دي. كده جبنا اهو. ايدي كده ده الفا اف واحد والكلام من ده. فقال لك وير الفا اف واحد عند اف اتنين ارقل الكوليتة من المعادلة دي. ادي الالفا اف اللي احنا بندور عليها. تمام? اللي هو اي سي بي. الاي في الاي للبيم على الاي في الاي للاي للكولم. طبعا يعني ما حدش بيقعد يحسب الكلام دوت خالصة باش مانس. تمام? ما حدش بيقدر يحسب بعدش بيقعد يحسب كيمة الالفا اف. يعني انت حسبت قيمة الالفا اف من هنا. وبعد كده ترجع هنا اللي مين? لي الجدول بتاعك. وتشوف هنا الالفا اف بتاعتك. فين? هل هي من بوينت تو لتو. يبقى تستخدم القانون ده. اذا كانت الفا اف اكبر من تو يبقى هتستخدم القانون ده. وهكزا. محدش بيستخدم. ليه? لان لسه فيها عندك كمان اسمه بيتا. الفاكتور بيتا في المعادلة قال بيتا ازا ريشيو اف كلير سبان ان لونج شورت ديريكشن اف اسلام. تمام? اللي هو النسبة ما بين الكلير سبان آآ فيه اللونج ليه الشورت ديريكشن. تمام? طبعا ما حدش بيقعد يحسب قيمة الالفا ويحسب البيتا ويقعد يجيبه وشوف هي آآ سمك البراطة هيطلع المينموم كام? لأ احنا بنعمل جيد للموضوع ده وهو الديفليكشن. الديفليكشن هو الاهم من انك انت تقعد تحسب الحسابات اللي هي قدامك في الجدول ده. تمام? ده ازا كانت مع بيمز. بقى احنا كده عارفنا موضوع طيب تعال نشوف بقى موضوع بقى نفسه. جدول برضو نفس الفكرة. خد بالك ان يعني قريب من البيمز. بص كده البيمز. او قال لك ده اسبان على ستتاشر. سبان على تمانتاشر ونص. يعني مستمر من الناحية تانية يبقى الا على اه واحد وعشرين والكانتليفر الا على اه تمانية. تمام? فانت مسلا مسلا لو جيت على سبيل المسال جبت القامرة دي. وجيت قلت له اميال لكده دي ايه? شوف لي كده الاسبان بتاعها عد ايه? قال لك عندك خمسة متر. خمسة متر ومفروض ان دي من ناحية واحدة. بتروح هنا من ناحية واحدة يبقى الاسبان على تمنتاشر ونص يبقى دي الاسبان بتاعنا اللي هو الخمسة تلاف على تمنتاشر ونص تروح مدي لك متين وسبعين ملي يعني كم? يعني عاوز اقل حاجة اللي هو سبعة وعشرين سنطي مسلا او تلاتين سنطي. طبعا احنا بنملاش الكلام ده. احنا بناخد الكاميرا بتاعتنا بتبقى مسلا خمسين ستين سبعين سنطي على حسب المعمالة يسمح لك بايه? كل ما تزود دبس الكاميرا ده بيكون احسن لك. بس هنا ده بدي لك المينموم دي بس اقل حاجة ما تدرش ما ينفعش انك تقلل عن كده. تمام? وهكذا. يبقى ازا انا غالبا هعمل ايه? لو انا عندي قامرة صغيرة مسلا بالمنظر ده هخليها ستين سنتي. لو انا عندي مسلا كبيرة شوية دي خمسة متر ولا ستة متر. احخليها سبعين سنتي وهكذا. تمام? حلو. يبقى ده كده بشكل سريع. ازاي انا اقدر احدد المينموم دايمنشنز عندي بتاعة الايه? عندي اللي هي الخاصة بالقاميرات والبلطات. فقلنا مسلا كاميرات الصغيرة اللي زي كده هنحطها ستين. كاميرات الطويلة اللي زي كده هنحطها سبعين. وقلنا ان ده ده فرضا اما لو انت رحت الاشتراطات الكوري هتلاقي ان سنكها المينموم بتاعها أقل من كده بكتير جدا. تمام كده? طيب. ازاي تحط بقى الكاميرات? انت بتيجي مسلا عندك حيط اهي فتحط عندها كاميرا. بنفس الشكل. عندي هنا الحيطان الخارجية طبعا دي كلها. هحط حولها كاميرا. تمام? دي حيطان خارجية فبحط كاميرا بحط كاميرا وهكزا. آآ دي ممكن بقى مسلا دي حاجة حلوة. او ممكن انت تعمل مسلا ده منها كده. تعمل كاميرا او ممكن ما تعملش. على حسب آآ انت عاوز السلم يتشال ازاي? تمام? ولما نيجي عند موضوع السلم هنتكلم برضو على السلم ازاي تشيل السلم. حلوة اول. آآ عندي مسلا هنا دي حيطة اهيه? فبالتالي هحط لها كاميرا. عندي مسلا دي حيطة هحط لها كاميرا وهكزا. لا تمشي مع الحيطان. شوف كل حيطة تحط لها كاميرا. عندك هنا دي الحيطة هنا كده مسلا. وحيطة هنا كده. وحيطة هنا كده. كويس? فتبدأ مسلا هحط لك انا عمود هنا. وعندي كاميرا دي هتشيل. الكاميرا اللي دي هتشيل الكاميرا اللي عليها دي. كويس? وعندي هنا ده ايه? عمود فتبقى الكاميرا اللي هنا هتبقى صبرت ده على العمود اللي انا هحطه هنا وعلى الكاميرا اللي هحطه هنا. زي ما احنا كنا شرحنا المرة اللي فاتت يا باش مهانسين في الجزئية الخاصة في الجزئية الخاصة بازاي تحط بتاعك. تمام? عندي ده كده مسلا ده دوت الده اللي هو ارق. خلاص قادر احط الكاميرا هنا ما فيش مشاكل. لبا ازا هنا الموضوع بشكل مباشر جدا تقدر تحط الكاميرات بتاعتك. تحت الحطان. زي ما انت شايف بالمنزر ده زي ما احنا ايه تتكلم. تمام? والحتة بس او الجزئية اللي تهمين ان انا عندي هنا ده. اه ده هابدأ اعاوز انا حايف بان انا هحط له عمود. خلينا مسلا لياكم نمسك العمود ده كده واقول له. او مسلا حاجة كده اهو. وقول له لو سمحت اعمل لي كوبي. نحط بقى طبعا قطاعات العمودة ده لسه. العمودة دي قطاعات هنجبها من. تمام? قطاعات العمودة هنجبها من ولكن انا حطيت عمود هنا بالشكل ده. فبرضو نفس الفكرة هروح واخد العمود ده كده. بس ممكن احنا بس نصغره شوية. القطاع ده كام? تعال نس كده. ده عشرين في كام? عشرين في ستين. تمام? فانا اخليه مسلا وليكن آآ عشرين في تاتي. خد بالك بقى هنا. شايف المسافة دي ايه? صغيرة جدا. شايف المسافة دي صغيرة جدا. بص مسافة دي صغيرة. بقى ايه اللي بيحصل يا بش مهندس هتلاقي ان حصل اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ايه هو اللي بنتكلم عليه? ان الاواعد تدخلت في بعضها زي ما انت شايف كده. الاواعد تدخلت في بعضها زي ما انت شايف كده. اللي يا بش مهندس? لان المسافات اللي عمودة قريبة جدا من بعضها. انما لما احنا جينا وقلنا مسلا العمود والعمود تلاتة متر. بين العمود والعمود مسلا خمسة متر فتبص لاقي ان الاواعد ما دخلتش في بعضها هنا. تمام? فده خير المسال على الكلام اللي كنا بنتكلم عليه في المحاضرة اللي فاتت. فانت بعد اذنك هتشوف المحاضرة اللي فاتت. علشان هتبص تلاقي كل اللي احنا بنتكلم عليه حصل زي ما انت شايف قدامك كده. تمام? طيب. ناخد برضو بس معلش ناخد العمود ده كده. اولو لا سمحت اعمله لي كوبي. اللي اكون من هنا. نروح بيه فين? عند ده كده اهو. خلاص ادي عمود هنا اهو. حلو جميل. اه علشان خاطر نبدأ ان احنا المرة اللي جاية بقى ان شاء الله. هنعمل بتاع الكاميرات والبلاطات دي. بحيس ان احنا نبدأ نشتغل على ان شاء الله. فانا بس كل اللي انا عاوز من حضرتك. اه طبعا احنا قلنا مش هنرسل منها ان ده مش كورس راس. تمام? ده كورس اتابس. فكل اللي انا عاوز بس من حضرتك انك تقعد كده مع نفسك تفهم هنا كده. انا حطيت هنا كاميرا اهو ليه? لان انا عندي هنا ده. ادي عندي الدور ده عندي كده شباك ومش عارف ايه وعندي هنا حطان. فبالتالي كل الاجزاء الخارجية هنحوطها بكامير لان كل الاجزاء الخارجية دي اه حطان. اجزاء الداخلية عندي هنا حيطة وحيطة وحيطة فكل حيطة وراحت انا جاي ماشي معاها بايه? ماشي معاها بكاميرا باسلوب بسيط خالص كده تقدر ان انت وصلت للشكل اللي قدام حضرتك بالمنظر. تمام? اه اتمنى ان شاء الله ان حضرتكم تكونوا استفدتم من الفيديو بتاع النهاردة. ولو عندكم اي سؤال شرفوني بي في اي وقت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.